مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج يعني منهاش عراض محدد أبرام البنكرياس، البنكرياس عمر من محدش يارف عنه حاجة تشخيصه إن إحنا نقول ينفعله عملية فعلاً اتطورت جداً جداً مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحاجم كبير قوي وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي عشان تستقصر المنطقة صعبة شوية والعملية تبان إنها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95% الدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة أسنبي ألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية سي إن إن نشرت مؤخراً نصائح من أطباء أمراض الحساسية والمناعة في مركز سيدارزي سيناي الطبي في لوس أنجلوس لتحسين صحة الجهاز التنفسي من خلال تغيير بعض عوامل لمط الحياة وقالت إن تعزيز الصحة التنفسية وإن كان لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن يقلل من شدة المرض في حالة الإصابة أول النصائح هي التوقف عن التدخين وتجنب أي شيء يعيق وظائف الرئة ويدمر المناعة ثانياً الحد من تراكم المخاط الزائد وأوسط بتجربة رزاز أنفي ملحي في حالة الحساسية ويمكن للأشخاص المصابين بالربو استخدام أجهزة الاستنشاق الخاصة بهم لتقليل الالتهاب مما يقلل المخاط ثالثاً تقليل التعرض لمسببات الحساسية قدر الإمكان رابعاً ممارسة الرياضة لأن التمارين الرياضية تقلل من الالتهاب في الجسم ويمكن أن تقلل من حدوث متلازمة الذائقة التنفسية الحادة وهي مضاعفات خطيرة لدى بعض مرضى فيروس كورونا أهلاً بكم النهاردة يوم مهم جداً واحد من الأيام اللي بننتظرها فيه الناس الحلوة وحوار علمي على أرقى مستوى مع واحد من عمالك الطب والجراحة في مصر النهاردة وإحنا بنفكر نعمل جراحة جراحة دي لها تقسيمات عديدة جداً فيه جراحات بنقول عليها جراحات ارجنت جراحات لابده امرجنسي طوارئ فيه جراحات مش امرجنسي بس تأخرها وتأجلها قد يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات غير مرغوب فيها فيه جراحات يمكن أن تؤجل يمكن أن تؤجل كتير زي مثلاً على سبيل المثال لكن فيه كتير قوي قوي زي جراحات تجميلية مثلاً واحد عنده مثلاً مشكلة ما فيه الأنف وعايز يحسنها يجملها ممكن ينتظر شوية واحد عايز تعمل عملية شفت دهون ممكن تنتظر شوية لكن فيه عمليات تانية زي ما احنا قلنا مصنفات بشكل اخر صحيح ان في المجال التعليمي بدأوا يوجدوا حلول يوجدوا حلول يعني مثلاً في توكيو في اليابان عملوا حاجة طيفة جداً للتعليم للتعليم خلوا الطلبة اللي بيتعلموا جراحات يعيشوا الجراحة في واقع افتراضي استخدموا تقنيات الواقع الافتراضي في نقل العمليات ولو ان ده كويس جداً الولاد في البيت لان هم مش قادرين يتحركوا وبيتعلموا الجراحات وهم في الواقع الافتراضي تمام ده فيما يتعلق بالتعليم طب الجراح ما هو الجراح هيعمل العملية طب المريض لازم يروح طب فيه تخدير حواليه طب فيه مرضى من حالات تانية لازم يكونوا موجودين وقريبين في الأقسام ما أنا بدخوا المستشفى عشان اجري الجراحة ما هو ما فيش واقع افتراضي هيعمل ده كله بس مين اللي يعملوا زي تعملوا هو الاخيري وخصوصاً وسؤالي وقعدة او عنوان مهم انه في الفترة اللي كانت الكورونا عاملة شوية رعب كبار شوية رعب كبير عندنا هنا فيه ناس كان عندها اعتقد انه مفيش حد بقى لا يروح ولا هيجي ولا ينزل حتى لو الحالة امرجنسي وفيه مرضى حالاتهم كانت صعبة وخايفين يلحوا المستشفيات فده ده سؤال او ده منطقة مهمة جدا صح الأمور دلوقتي بدأت تبقى اهدى نسبياً لكن برضو ما زال السؤال يطرح نفسه وهو مش بس سؤال واحد اسئلة كتيرة الجراحة في زمن الكورونا ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح القدير مصرياً وعربياً وطبعاً اسمه عالمي نفخر بوجوده معنا وبسعد جداً بالحوار معه ضيفي وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار أستاذ الدكتور محمد فتح عبدالغفار هو أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية طب جامعة عن شمس وزميل جامعة أيسين بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المريرية والبنكرياس وعميد محمد الكبد السابق أهلاً بيك يا دكتورنا أهلاً بحضر وعشني جداً جداً وعنوان يعني أنا أسمت الكلام بس عنواننا الجراحة في زمن الكورونا صح كده؟ أهلاً أهلاً ده دي زكريات يعني مش زكريات التجربة إزاي مر عليك زمن الكورونا في الفترة؟ بصحك هو الكورونا من الحاجات اللي في الطب الغريبة جداً أهلاً بالنسبة لنا جنة كلنا يعني لأن إحنا نتعامل مع مرة جديدة فإحنا مش فاهمين حاجة معظم الدكتورة في العالم كله تعامل بطريقة إن إنت منتش عارف إيه اللي هيحصل فكان أول رد فعلينا إيه؟ إقفل كل حاجة عندنا وعند بره وفي حين عندهم حاجة يعني إحنا وقفنا العمليات في الفترة كان ممكن ما نوقفش فيها دلوقتي إحنا قول ما يقول لاش مفروض نوقف سعيدة بس اللي إحنا عملنا ده صح لأن ما عنديش معلومة إيه اللي هيحصل ابتدت الرؤية تتضح شوية دلوقتي مش مجرد بس إن الحالات تبتد تقل أو ابتدى يبقى فيه يعني مفهوم شوية المرض أتعمل معه إزاي لا ابتدوا يعملوا تأسيمة والحياة التأسيمة دي جميلة قوي لأنها مش تنطبق على الكورونا هي تنطبق على أي نصيبة كبيرة قد تصيب العالم كله يعني تبقى كورونا تبقى مرض آخر تبقى أي حاجة اللي هي قصة أنا عندي مريض عايز يعمل عملية لازم نبص الموضوع من الشقين الشق الأولانيين وحنا نقول الكورونا العمليات في زمن الكورونا يبقى أنا عندي زمن اللي هو التوقيت اللي احنا فيه الوقتي والمرض عملوا تأسيمة برة إن هم حطوا مراحل الوباء تلت مراحل أو أربعة ستيج زيرو ده اللي هو ما عنديش حالات خالص في المستشفى ستيج واحد أنا عندي حالات في المستشفى ولكن الإمكانيات تعترض حاجات التقم الطبي بتاعي إمكانيات الوقاية بتاعتنا وسرير الرعاية لم تتأثر بالحالات دي كعدد طبعا حلاز ناخد بالنا إن فيه اختلاف كبير في المنظومة عندنا من بره إحنا عاملين حاجة هما مش عاملينها وأنا شايفني دي كويسة جدا وهم نفسهم يعملوها حتة مستشفىات للعزل لما كان ناس بتعترض بتقولك لأ بره ما بعملوش كده هو بره ما عندوش مستشفى للعزل هي المستشفى شغالة كل حاجة فيها عيان كورونا فصلينه في مكان معين وبقيت المستشفى شغالة عادي لك ما بيقدرش يقر المستشفى بالكامل تبقى عزل فقط إحنا عندنا عملنا إحنا عاملين القصة عامللنا مستشفىات عزل متكاملة بالظبط دي حاجة كويسة جدا لأن عشان تشتغل اللي هم عاملينه بره ده صعب قوي يعني محتاج سيستم قوي جدا 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 إمكاناتنا في مصر أحسن حاجة لها اللي احنا عاملينه ده فعلا إني بقى دول من مفصلين عن بعض فهو بره ما بيقول المرحلة واحد اللي هو عندو حالات قليلة في المستشفى دي مش عندنا قوي لأن انا عندي مستشفى ما فيهاش أصدر حتى أثناء الكورونا لكن بصفة عامة المقصود بيها إن كمية الحالات قليلة بالنسبة لي كفاءات المستشفى أو أماكن المستشفى دي ستيج بسمها وان ستيج تو عندو حالات برضو بس زادت بقى ابتعد تقص على الثلاث حاجات دول اللي هو عدد سراء الرعاية عدد الأطقم الطبية وسائل الوقاية بتاعتها ستيج تلاتة للتالتة بقى هنا انهارت المنظومة الطبية اللي هو السراء الرعاية كلها متاخدة للكورونا الأطقم فيه مقصوبات كتيرة قوي ما عنديش مسكرات ما عنديش حاجة كافة في هذا الكلام فده جزء الوباء نفسه جزء الثاني العمليات زي ما حكو قلت كده ما ينفعش أساوي عملية تجميل بعملية ورن لأ ده ما عملوش بقى كده بس ده التد يقسمه كمان حتى الأمراض وطبعا هيقسمها من الأول حاجات طريقة وحاجات إلكتف عادية خالص الحاجات الطريقة دي كمان مش كلهم زي بعض فيه أورام وفيه حوادث وفيه حاجات زي كده طب الأورام مش كل الأورام زي بعض ابتدين نحط لكل حتة ليها كريتيريا بتاعتها يعني تخش مثلا على بالنسبة لنا احنا كاف شغلنا أورام البنكرياس والكبد ده لي تقسيمة لوحده غير أورام المعدة وجابوا التقسيمة دي منين ده هو ابتدى يشوف كل مرم من دول لو انت أخرته شهرين العيان ده على المدى الطويل خسر قد إيه فيه أورام لقوا انه ما بيخسرش كتير فيقولك أجله وفيه أورام هيخسر قوي اليوم بيفرق معاه قالت لا ده اشتغله وبالتاني الموضوع معتش اجتهاد احنا يعني في مصر عندنا لأسف جزء من مشكلة الطب ان احنا بناخد بالعقل هو برد يعمل زينا بالعقل برده بس لازم يبقى مبني على تجربة ممكن يبقى حتين عملنا زي بعض بس فالة بيننا وبينهم ان انا بعمل انا شايف ان ده منطقي اعمل كزا هو شايف انه منطقي بس لازم الاول يعمل له تجربة عنده فهم عملوا بقى تقسيمة كمان للمرضى كل مرض يعني دي لازم ده كترة بقى كمان يخشوا على المواقع ديت ان يشوف مثلا ورم الكبد لو عندي عيان عنده ورم كبد اولي يعمل ما يعملش محطوط كل ورم يتعمل دلوقتي وفي انا مرحلة فدول لو انت في المرحلة الاولية طبعا ده عندهش حاجة خلص يشتغل هتقول المرحلة التالتة اللي هو كله باز كده كده مش هشتغل حاجة غير عن اللي بيموت بس الكلام كله في المرحلة الاولى والمرحلة التانية هو ده اللي انت هتبتدي توزن بقى الامور المرض والمرض ده هينتشر ازاي او هيصيب المريض ازاي مقابل المستشفى بتاعتك او برها ايه والسرائل بتاعتك او برها ايه في اعتقاد ان احنا في مصر دلوقتي في المرحلة الاولى اللي هي عندي شوية حالات لكن مش مقصرة على السرائل الرعاية مش مقصرة على التخم الطبي مش مقصرة على مساء الحماية وبالتالي عندي فرصة فعلا ان انا اتعامل مع نسبة كبيرة قوي من الحالات اللي لو سبتها ممكن يحصل مشكلة ده ده تقسيمة الاولى اه او تقسيمة بالنظرة الجلوبال كده طب لو قربنا اكتر مرضو ايه ايه من الجراحات اللي ممكن نصنف عناها لازم تتعمل يعني انا هتكلم نهاردة على الحاجات اللي هو شغلنا احنا اللي هو الهيباتوبيلاري اللي هو الحاجات دايد هتلاقي حاجة ان في حاجات يعني انا مثلا كان عندي في العيادة اتنين مرضى او ثلاث عيانين عندهم مرار اتنين قطوله ما تعملوش عملية واحد قطوله ما تعمل عملية والثلاثة مرار بس ليه في واحد فيهم هو جاي عنده نتوقات في المرارة النتوقات دي ممكن تقلب بورا هتاخد وقت ما تقلب بورا يبقى مش وقتها الوقتي يبقى استنى شوية بس هتابع وهنتابع كمان شهر شهر واحدة تانية عندها حصوات بس ما عنداش اعراض دلوقتي والحصوات حجمها كبير مش هنزل في القناة المراري برضو ما تعمليش دلوقتي واحدة تانية عندها التهاب لسه قريب التهاب حد في المرارة وعدت منه طب الكورونا الاسف احنا زمانينا الدكاترة اللي بيشتاول في الطوارق بيشوفوا دلوقتي كميات حالات مرضى ما كانوش بيشوفوها زمان حالات متأخرة بطريقة اللي عنده زايدة زايدة منفجرة كورونا من المستشفى مفيش وكام واحد بقى جات للكورونا مجمع يروح للمستشفى كتير طب احنا ليه بنعمل بقى كده هي دي المشكلة ان انت هنا بتعرض حياتك او تعرض نسب شفائك للخطر من حاجة حقيقة دلوقتي ما عدتش موجودة اللي احنا لازم نفوق دلوقتي على حاجة مهمة جدا ان الامراض الاخرى ظلمت في فترة الكورونا ظلمت رغم خطورتها يعني اه الالتهابات المرارة وحصاب المرارة في منتهى الخطورة ومحتى جم قالك لو انت في المرحلة مثلا التانية اللي هي السلاحة اللي عندك قلت شوية طب واحد عنده ورن في البنكرياس يعمل ايه قالك ده بالذات ورن ببنكرياس هياخد كيماوي لان عمله دراسات على القصة لقوا ان في عينين بيستفيدوا بالكيماوي قبل العملية وان لو خد الكيماوي مش هتعطل العملية بعد كده فقالك بقى العيان ده الافضل ليه مايعملش بقتي عملية ياخد الكيماوي عيان عنده سنويات في الكبد على حسب مكان الورم وحجمه ممكن برضه اديله كيماوي واجل العملية شوية وممكن ان حجمه في منطقة خطر لو سبته مش هينفي عملية بعد كده يبقى لازم ساعته عملية يعني الرسالة ان ماينفعش المريض ياخد القرار من نفسه لازم الدكتور هو اللي ياخده القرار بناء عن معطيات كتير قوي هو شايف اقصاده يعني فعلا في الوقت دوت بانت يعني ايه الدكتور بيسموه الحكيم هو حكيم ليه لانه مش مش محتاج ان هو ينظر تراك واحد بس مش شايفت سكة واحدة بس ده شايف العيان وشايف ظروف البلد وشايف المستشفى اللي هو شغال فيها وشايف المرض بتاعه ده بالذات وشايف العيان ده بالذات طب انت هعمل لك عملية وبعد العملية اه كم واحدة هيزورك هتعرف تقعد في البيت وما حدش يغش عليك ممكن اغير قراري بناء على المعطيات اللي حوالين المريض نفسه هروح ليه غرفة العمليات اللي هي مصرح الاحداث بالنسبة اي جناحة كيف يتعامل مع غرفة العمليات في زمن الكورونا هنقسمه حاجتين اول حاجة لو انت عندك مريض كورونا هتعمل له عملية وده وارد واحد عنده كورونا وجدت له زيدة اي حاجة يعني هنتعامل معها لازم وده حياة مش كتير اول لكن هنتكلم الاول على المستشفى العادية دلوقتي الفكرة كلها ان انا عايز اعمل حاجتين عايز هتعامل مع المريض ده ان هو عنده مشكلة او قد يكون عنده مشكلة فمش عايز انقل المشكلة دي لحد تاني وفي نفس الوقت عايز احميله معظم مستشفى الوقت بقت قبل ما يخش اصلا قدة عمليات قبل ما يتحجز في المستشفى لازم اتأكد ان هو ما عندهش واتأكد بايه احسن حاجة طبعا الPCR اه اتعملت دراسات على القصة دي يعني ان لقوا ان مثلا ستة في المية من العينين اللي راحوا المستشفى يعملوا عمليات لقوا ان الPCR حنبص في قبل عمليات الأشعة المقطعية لو ما فيش الأشعة المقطعية بس والPCR سلبي اربعة من عشرة في المية وبالتاني لوحدها مش مهم الاتنين مع بعض يوصلوا ستة ستة مع عشرة في المية الجباية بتاعتها في العينين دول فمهمة او ان العيان نهيه يخش عمليات الاول اتأكد ان هو ما عندهش كورونا ليه؟ لانه ممكن يبقى عنده وما عندهش اعراض خالص المشكلة مش في ان هو يعدي حد بس لا مشكلة ان هو نفسه ممكن يتأثر بعد العملية اه الحياة يعني انك من اسبوعين كده اتنشرت بحث معمول على اربعة وثلاثين عيان اه عملوا عمليات وهم وما كانش عندهم اعراض الPCR يعني معناها دلالات دموية تدل على انه عند كورونا وما عندهش اعراض وعملهم اربعة وثلاثين مريض ودي كانت اول مرة يجمعهم هذا العدد في عمليات مختلفة لقوا ان نسبة دخولهم للرعاية اربعين في المائة نسبة الوفيات عشرين في المائة طبعا لما قاعدوا يحللوا الارقام نفسها لقوا ان في عام الخطورة السن اللي كان فوق السبعين ده كان نسبة الوفيات عنده حوالي سبعة وثلاثين في المائة مقارنة باللي قال من عشرين سنة كان نسبة الوفيات عنده حوالي ترتاشر في المائة الحاجة التانية الاورام مريض الاورام كان اكثر عرضة لانه يخش رعاية الوفيات بعد الكورونا الحاجة التالتة حجم العملية كل ما العملية كبرت ولو حصل مشاكل في العملية دول التلاثة فاكتورز اللي لقوها بتزود نسبة الوفيات للمريض ده ده في المين المريض اللي هو ما عندهش اعراض واتشفنا انه كورونا وعملنا له العملية ليه عشان كده بنقول ان قبل ما يخش العمليات فعلا لازم مهمة قوي ان نتأكد ان هو ما عندهش ان لو عنده وما عندهش عنده وما فيش اعراض هيبقى برضه عنده خطورة مش قليلة المرضى دول كان معروف ان عندهم كورونا اثناء اجراء الجراحة اه يعني هما كانوا دي معروف كذا سنتر بره جمعوهم بي سي ار بوسطف من غير اعراض يمكن اجراء الجراحة للمريض كورونا اه يمكن اجراء الجراحة للمريض كورونا بس الحقيقة محتاجة حرص شديد جدا حرص شديد من ايه؟ من اول المريض دوت وهو نازل قط العمليات السكة اللي هيمشي فيها يقولك هيمشي في منطقة ما فيهش بابليك فيش جمهور هيعدي من وسطيهم لو هيتنقل من مبنى المبنى لازم يبقى محطوط زي عربية معزولة لما هيروح قط العمليات ماينفعش ان هو يقف قدام قط العمليات يستنى يسجله الورق والكلام ده لا ده لازم يبقى كل حاجة جاهزة ان هيطلع من سريره مباشرة على قط العمليات في قط العمليات نفسها قسموها ان لو فيتر ده المكان العمليات عشر قوط الكورونا اول قطة ناحية الباب عشان المريض يخش على اول قطة على طول ما هيعديش على بقية القط لما هي يخش احنا عمتا بيبقى عندنا حاجة اسمها التحضير بتاع العمليات يعني الاول بيوحش القطة يركب له كاني لو يدلو حاجة نايمه لا هنا هيخش على طول ما هيعديش على مباشرة ولما هيخش هقف الباب ومفتحوش تاني جوة قطة العمليات نفسها ده بقى للكورونا والغير الكورونا دلوقتي اللي بيتعمل ان احنا لازم نقلل العدد جوة القطة عدد الاسطاف كله يعني الجراحين فقط الجراحي اللي شغال دي كانت مشكلة برة ان مسلا فيه طلبة بيتعلمه وفيه اسطاف اقلت شوية عايز يحضر العملية لأ مفيش هزا المجال دلوقتي اللي هيشتغل فقط الجراح اللي بيشتغل جراحي كبير لو هي عملية تهت اربع جراحين اللي هيشتغل بوقتي الجراحي كبير عشان اقل الوقت العملية على قد مقدر التمريد نفس القصة عدد تمريد على قد العملية بالزبط العامل اللي جوه القوضة ما يطلعش برا القوضة ويخش هو جوه القوضة قد تخلص وبعد كده يخرج التمريد نفسه بيقى مجهز الادوات اللي هيستخدمها في العملية كلها قبل العملية مايروحش المغزن ويجيب كل شوية حاجة ويطلع الاجهزة اللي جوه قدت العمليات ما حطش غير الاجهزة فقط اللي انا محتاجة لازم تعقيم بين كل عيان تعقيم كامل لقضة العمليات والاجواء بتاع قدت العمليات كلها بين حاجات اللي هي بنعملها جوه قدت العمليات نفسها شوف طريقة لبس المسك لازم تكون بطريقة معينة بتأكد من المسك يعني لها الفيديو ده مهمة قوي للدكاترة لان احنا لأسف في مصر نسبة وفيات الدكاترة عندنا عالية جدا اعتقاد ان جزء من المشكلة ان احنا معندناش الحرص قوي يعني هنشوف الفيديو ده ده شخص مش بيعمل عملية ده شخص هيتعامل هيكشف على مريض عنده كورونا هنشوف كمية الحاجات اللي هو بيعملها وبيلبسها عشان يتكلم بس مع العيان دوت عشان يحمي نفسه اعتقد ان جزء من المشكلة بتاعتنا ان احنا معندناش التزام شديد بالخطوات دي كلها وبرضه هل استعدادات كلها موجودة ده سؤال مهمة برضه اه طبعا مش في كل الاماكن هيلقيها وش عزول الحكة ان في كي كتير من الدكاترة معظمهم الحاجات دي بيشتروا على الحساب اه طبعا يعني ومعليش لازم نعمل كده حتى لو في نقص لازم نجيبها على حسابنا انا مش هادر اقول في الوقت الحالي غير نحل لازم نعمل كده مفيش مبارد لغير كده لو اخر فلوس معك في جيبك لازم تجيب الحاجات هنا فيه نقاط شوف بص خلعة الجوانتي بالضبط ان هو لازم يتعامل ان الجوانتي ده كله مليان فيروس اه ازاي مش هيلمس الحتة اللي برا خالص هو دخل صباعه جوه الجوانتي وما لمس الحتة اللي برا وسبب الجوانتي التاني جواه وجواه ورمى ده كل وبعد كده هيعقم ايده برضه يعني ناصدي شوف الدقة في كل خطوة من دول اي خطوة من دول سبتها انت بتعرض نفسك لخطر لاحظوا بطء خلع الاشياء البطء وطريب برضه قلبه لان هو جزء اللي برا ده ميعتبره ملوس فلازم يبقى ده كله ملفوف على بعض وهو ماسكه من برا وليه مكان مخصوص هيرمي فيه وبعد عام كده برضه هيعقم يديده كل حركة بيروح يخسل كل حركة حتى لما فاتح الاب وقفل بالزبط الماسك تأكد من انه مش سايف فراب ويشوف هايقلع زي الشيلد ده الحاجة اللي فوق الدماغ دي الشيلد نفسه لا بهدوء شديد ببطء نسبين عشان الفيروس نفسه ما يحصلوش شيكينج ويقع على وشه ومينمسوش هو نفسه تاني وخلاص وده كله بقى بترميل اه الشيلد يعني ما بيتحطش يعني في جنب ونرجع تاني ونستخدمهم مش بص هيقلع دي ازاي دي الوحدها بتتقلع ببطء الشيديد بيميل قدام شوف لازم يميل قدام دي مهمة التمييلة دي مهمة جدا لانه ما بيفعش وشه لفوق ومينمس الماسك اهم حاجة كل ده عمله من غير مينمس الماسك اه اه ويبين واحد يعني شعره طويل عشان نتوانك ان هو محافظ على شعره يعني اه 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 عملنا العملية افلنا ايه اللي هيحصل بعد كده الخطوات اللي بعد كده لازم العيان يبقى عارف برضه ان اه الناس اللي هتزوره دي خطر عليه اه اه يعني ممكن يبقى اه حصلت معانا شفنا عيانين دخلوا المستشفى عملوا العملية وخرجه بالمستشفى وجيه بعد اسبوعين من العملية جات له كرونة اه ليه الثقافة المصرية ده مريض طبعا الناس كلها عايزة تروح تزوره تطمن عليه لا افهم ان انت عندك على اقل شهر بعد العملية مفيش زيارات وتتعامل مع كل اللي حواليك ان هما مرضى انت لبس المسك بتاعك لو هو لبس المسك والاقصاد هو لبس المسك مفيش مجال للعدوى خلص فلو خدنا الاحتياطات ديت لا هنقدر نعمل عملية بصورة امنة اه ومن اخرش المريض خوفا من موضوع الكرونة زراعة الكبد واحدة من العمليات اللي هي اللي يمكن تأجلها يعني حيان هنا بيسابق الزبن زراعة الكبد في زمن الحيان احنا وقفنا مصر كل اه اه وقفنا بالنوقتي بتاعتنا الشهور اه ابتدينا خلاص الحمد لله يعني عندي بكرة حالة اه لكن زي ما قلت حكي في الاول خالص احنا كنا مشغالين برد فعل احنا مش عارفين لسه ايه اللي بيحصل في الدنيا فاضطرين وقف كل الزراعة كانت مشكلة كبيرة لان في عينين فعلا ماتوا لان عين الكبد زي ما حكي بتقول هو مقدرش ينتظر اه برة برضو او عاملوا تقسيم المرضى الزراعة نفسها مين يتزرع دلوقتي المريض اللي عنده ورم في الكبد والورم ده حجمه كبير نسبيا لو هو قريم الميلان لازم يزرع لو حاجة نص سنتي سنتي ممكن يتعمل له حقن واستنى شوية لو انت عندك مشكلة المريض تلاقيه في الكبد لو هو الملد بتاعه او الارقام بتاعت التحاليل بتاعته عالية لازم يزرع على طول برضو ما نستناش فابتدوا برضو رغم ان هم مبارك المقافين زينا لكن برضو يحطوا شروط معينة مين عشان كمان الوقت انت هتفتح طب ابتدت مين بقى ليها ترتيبة معينة ارقام معينة اقدر اقول اللي عنده هو اللي هبتدي به لان ده اللي الاولوية دلوقتي بالصف عام برضو عشان عينين ما يخافوش قوي اه مشكلة مرضي زعكة بيمشي على ادوية مصبتة المناعة بعد العملية اه الادوية ديت في ناس فهمة ان معناها ان لو حصل له كورونا يبقى كده ده كده يموت مية في المية اه بره عاملوا برضو بحث على القصة دي لقوا ان نسبة الوفيات في المرضى زرع الكبد اللي جات له كورونا عشرة في المية فهو رقم اه كبير بس مش مرعب اوي لهازي الدرجة يعني تسعين في المية من مريض اللي زارع الكبد وجاء له كورونا هيخف منها ان شاء الله ان شاء الله وبالاذن الله ما يجلهمش طبعا احنا بقى عملنا عشان نزرع دي كانت قصة طويلة جدا يعني تدينا ناخد احنا احتياطات بالزيادة اوي احنا عندنا الزراعة دي في المريض وفي متبرع وانا خايف عن المتبرع كمان يمكن اكتر من المريض لان المتبرع ده شخص سليم لو جاله مشكلة بعد العملية هتبقى كارثة فبيتعمل للمريض والمتبرع قبل العملية البي سي ار واشع مقطعه على الصدر نتأكد ان اللي اتنين ما عندو همش قبل العملية بتوانية واربعين ساعة والتوانية واربعين ساعة دول مع جوز في المستشفى وممنوع الزيارة في المنطقة دي خالص والمريض نفسه ملوش مرافق واشترطنا ان لو هجيب مرافق هنعمله زي المريض يعني حتى المرافق هيعمل بي سي ار ويعمل عشان مقطعه على الصدر وهيقعد مع المريض مش هيخرج من القوضة ولو خرج مش هيرجع القوضة تاني لو جاب حد غيره يبقى لازم يتعامله نفس القصة دي تاني طبعا فيه ترتيبة للاستطاف نفسه المرور على المريض فيه ترتيبة للتمريض بحيث ان التمريض يشتغل في الزرع من يروحش في مكان تاني كل دوت عشان نبقى حارسين ان نقلل احداثية انه يكون نقل عدوى ليهم عدما ربنا يحفظهم يا رب طبعا يعني مريض بيبقى مريض الكبد اللي محتاج زراحة في زمن الكورونا بيبقى يعني زي ما بيقولوا موقف صعب صعب جدا موقف صعب على المريض على العيل على الفريق الطبي على الفريق الطبي طبعا بشكل مباشر لانه الجراحيين بيفكروا في شيء واحد بس بيفكر ان عايز انقذ واجب لك الكابت والعملية في ايدي وعملها بس فيه فاكتورس وعواقب تانية كتير من هو البركان في زمن الكورونا البركان في التعريف يا انا هو شيء خامل مقفول عليه محدش دريان بي نسبين بس تلاحظة ممكن يا مفاكر فالبركان شيء مخادع في ودايما افلام السينيناية الامريكية والافلام العالمية لما بتتكلم على البركان بتتكلم دايما عن الناس بتستغتر بيبدأ يحذر ويرمي حاجة كي يعمل صوت وفجأة في يوم البركان يقل بالدنيا سواد هو يمكن قولة بركان المريض اللي رايح يعمل عملية وما عملش التحاليل للكورونا قبل العملية ودي حصلت معي يعني انا شفت عندي مثلا عندنا مستشفى زي انشارت خصوصي بيشترطوا العيان عشان يخش المستشفى يعمل بيس على السطر فالعيان ما كانش عجب بيقول لي انا ما عنديش اي حاجة طب انا ليه تكلفني تحليل بقد كده وقش عمقتها بقد كده بطوله للمستشفى نظامها كده عمل التحليل ايجابي اجلنا العملية عشرة ايام عدد تحليل سلبي مرتين دخل عمليات وخرج بالسلامة المريض ده لو كان دخل عمليات وهو ايجابي وعمل عملية عشرين في المية كان يموت فدي الحاجة البسيطة اللي احنا ممكن كنا استهتر بيها لكن كانت تؤدي الانفجار وكارسل كان مجي يروح فيها نورتني واسعدتني وكالعادة قدمتنا واحدة من تبلوهات الطبية الرائعة الجراحة في زمن الكورونا زمان كان فيه افلام تنزل اسمه الحب في زمن الكورونا الوقت الجراحة في زمن الكورونا الله يعني طبعا يعني ما تستغربوش من الكير الاهتمام وتفاصيل الدخيقة جدا لانه دي حال الطب هو منظومة علمية قيمة على التفاصيل الدخيقة لانه الحياة حياة الانسان ما اغلاها ولازم ناهتم بيها حياة الاطباء ما اغلاها لازم ناهتم بيها منظومة الطبية في مصر قدمت اروع مثال للتضحية اروع مثال للعمل والتفاني فقدنا في الكورونا اعظم الناس فقدنا في الكورونا احسن الناس في المنظومة الطبية ناس عندهم انتماء كبير جدا للمهنة وانتماء كبير جدا للوقت رحمهم الله وجميع الطيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة باستاذ الدكتور محمد فتح عبدالغفار باستاذ جراحات وزراعة الكبد والقناة الميرارية والبانكرياس وعميد محد الكبد السابق نورت الناس الحالية خليكو دائما السلام اشتركوا في القناة